الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال ونعود بالله من أهل الكفر والشرك والطلال اللهم إنا أسألك التبات في الدنيا والآخرة والعفو والعافية اللهم ارحمنا وارحم ريدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إلهنا نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إبائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الضلل يا رب العالمين إلهنا إلهنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وانصرنا على من ظلمنا واهتب علينا اللهم يا غادس على العطاء يا منزل الشفاء اللهم أظهر العدو أينما كان واختبأ وتوارى اللهم أظهر العدو أينما كان واختبأ وتوارى اللهم أظهر مقرأ اللهم أظهر مقرأ وسحر أينما كان أينما كان أينما اختبأ وتوارى اللهم عليك به إلهنا آذوها في أخلاقها وأذوها في جمالها وأذوها في صحتها وأذوها في علاقتها معك فاللهم أنزل عليهم الأذية اللهم شوه صمعتهم كما شوه صمعتها اللهم أرسل عليهم العذاب يا رب العالمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إلا رضيت ولك الحمد فعد الرضا ولك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والطلال ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك التبات في الدنيا والآخرة والعفو والعافية اللهم ورحمنا ورحم والدينا ورحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين نسألك أن تنصر ما على هذا الظالم اللهم أنت قلت وقولك الحق فادعوني أستجب لكم إلهنا نحن مغلوبون وبك ننتصر فاللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين خدام السحر في المقابر خدام السحر في المقابر لتشويه الجمال لتشويه جمالها وتعبير زواجها صح لا إلهنا الله تريدون أن تعقلوا الزواج تريدون أن تؤخروا الزواج عن موعده بكرهكم وظلمكم لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس الأذى لا يقبله الله والظلم لا يقبله الله بل الله عز وجل أوصانا بالتقرب إليه جل وعلا الله أوصانا أن نتقرب إليه بالعبادة والصلاة والصيام والحج 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 والعمرة والطاعة رأيتمها جميلة نظيفة مهذبة نقية في عقلها أردتم أن توسوسوا تفكيرها أردتم أن تلبسونها القبح أردتم أن تخرجونها للطريق فتصبح زانية أردتم أن تتبعكم في ملتكم فتصبح ساحرة ومشعودة لا إله إلا الله أردتم أن تصبح ساحرة 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 مشعودة أن تنجم للناس وتقول ما بهم والله عز وجل هو العليم الله هو العليم القوي المتين أرواه ذو العزة والجبروت هو القوي هو القوي تريدون أن تكون ساحرة لن تصبح ساحرة أمداً لأن القلب ممتلقاً بالإيمان جاءتون إلى الهب الليل فطرف المناه إنه سحرة لا إله إلا الله مجموعة من الجن يسكنون بدن واحد كأن هذا البدن كأن هذا البدن مقر رحب في السكن اللهم دمر ملوك الجان اللهم دمر ملوك الجان اللهم أحرق ملوك الجان اللهم عليك بملوك الجان اللهم عليك بملوك الجان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لما للملك اليوم لما للملك اليوم لما للملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي مقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والقرب ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد سبين الرسل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالحروة الروف قال انقصام لها والله سميع علي الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سحروا أعيو الناس واستلابوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعيو الناس واستلابوهم 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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون سحروا أعيو الناس واستلابوهم سحروا أعيو الناس واستلابوهم سحروا أعيو الناس واستلابوهم سعروا أعيو الناس واستلابوهم سحروا أعيو الناس واستلابوهم فلما جاء السحرة جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله بسم الله يسعد الجن بإذن الله يسعد الجن بإذن الله يحرق 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 الخبيج بإذن الله يحرق العدو بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حصنتك بالله من كل لابس خادم للعين والحسن والسحر حارسا لا حول ولا موتين لا تبين الله تبين الله عز وجل تريدون أن تصبح تعمل معكم؟ ها؟ تريدون أن تعمل معكم؟ تريدون تريدون أن تصبح ساحرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انتقل منهم تريدون أن تصبح ساحرة معكم؟ ما اكتفيتم بأنكم آديتموها؟ ما اكتفيتم بأنكم ضرمتموها ولزواجها عطلتموه؟ ها؟ ما اكتفيتم بهذا؟ هل تكلم طاعتهم؟ لا تخطر؟ أنا أعرف أن لسانك معقول بعقد لعدم الكلام لكن ستتكلم بإذن الله ستتحل العقد بإذن الله هل تكلم؟ عقد السحر في الحمزور والقصبات الهوائية حتى لا تتكلم؟ ولا تريد الكلام أنهم ألجموك وعلى صحتك خفت وأخافك فتكلم طاعتهم لله لأنك الآن في جسد محرم عليك أصلاً ولا يجوز لك أن تدخل فيه أو تبقى فيه لأنك لا يجوز بل أماكنكم في الأماكن الخاوية والمذابل والمقابر والأماكن الخالية الخلاء والقفار هذه أماكنكم فجسد الإنسان هو محرم عليكم لا يجوز لكم أن تدخلوا فيه وأن تبقوا فيه هذا هو شرع الله الحمد لله أهل الإيمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رغم رغم أنكم تريدونها أن تصبح مشعودة وتصبح ساحرة وأنكم تأتون إليها أو تريدون أن تأتون إليها بالمال ليصبح كل شيء في يديها ذهب وفضة ومال صحيح لا حول ولا قوة مال وفير وذهب كثير لتعمل معكم وتصبح ساحرة مثلكم أو لأن دمها زهري لا حول ولا قوة أكبر الله اللهم لن يبحث وحده لا شريك معه يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدها تريدون أن تصبح ساحرة هذا هدف دخولكم إليها ما هدف دخولكم إليها ما هو الهدف تخرج بإذن الله ها ها هزف هزف قل أشهد 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 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله آقصن بالله أشهد اشهد أشهد أشهد أن أخرج إن هذا الجسد ولن أعود إليه أبدا وإن عدت فعلي دعنة الله والملايك والناس أجمعي بسم الله آخر سؤالك الفاتحة تقعدها أفهم أفهم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك أستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والدالين هيا بسم الله الحمد لله الحمد لله ولا حول ولا خوة إلا بالله اللهم ولك الحمد حتى السرطة ولك الحمد إذا رضيه ولك الحمد ولك الحمد وإذا رضيه ولك الحمد